هنبدأ من الخبر المهم اللي معانا واللي نفعل كابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكورة بالنادي الاهلي واللي أكد انه محمد الشناوي حرس الفريق ما حصلش على اي بطاقة صفرة خلال مباراة الوداد المغربي في نصف نهاء الدوري دوري ابطال افريقيا وأكد انه الشناوي مش مهدد بالغياب زي ما الناس بتتكلم او بعض الناس ما بتتكلم دلوقتي انه الشناوي مهدد انه يلعب النهاء الافريقي حال حصوله طبعا على انذار جديد في مباراة العودة يعني عندك ثلاث انذارات صفر معناها ان الشناوي يعتبر برا الكلام ده ما حصلش المباراة يوم الجمعة اللي جاي الشناوي ان شاء الله هيلعب ما عندوش اي انذار ولا يعني ما فيش اي انذار تقريبا في المباراة العودة وانذار واحد بس وما حصلش يلعب الانذار التاني وان شاء الله ما فيش اي انذار يحصل الإنذار اللي كان كابتن هاني بيتكلم عنه دلوقتي اللي هو حصل في مباراة سانداون في الدور الربع النهائي من البطولة كابتن سيد عبدالحفيز بيقول أنه كل اللي تردد حوالين تلق الشناوي أي إنذار أو الإنذار التاني تحديداً أمام الوداد ده يا جماعة ما فيوش أي يعني عاري تماماً من الصحة كابتن سيد عبدالحفيز كماناً النهاردة كان بيتكلم في تصريحاته دي أنه ليحة الاتحاد الأفريقي زي ما قلنا المنظمة للبطولة بتنص على إقاف اللاعب لو حصل على ثلاث كروت صفرة وفي الحالة دي الأهلي مش مهدد أنه حتى يحرم مش بس الشناوي من أي لاعب تاني ما فيش أي حد من لعبتنا يعني مهدد بالإقاف إن شاء الله أو إن هو ما يلعبش فيه المباراة المهمة دية يوم الجمعة خلينا علق بس بنقطتين مهمين جداً يمكن فيه نقطة الناس ما تعرفهاش النقطة الأولانية ونقطة مهمة جداً موضوع الإنذارات كمان ده مهم ليه لإني ده دور مهم جداً للكابتن سيد عبدالحفيز أي لعب بياخد إنذار ده بيتحط في السكورشيت بيتبعت لمديري الكورة بيقول له فلاني وفلاني حصل على إنذار وقبل المباراة طبيعي جداً الكابتن سيد عبدالحفيز بيراجع كل السكورشيت إذا كان أي لعب مهدد بإنذار أو عنده مشكلة لو حصل على إنذار هيتوقف المباراة اللي بعدها ده بيبلغ على طول اللعيب حتى قبل المباراة وبعدين مش هو لو حصل على إنذار مش المفروض ده بيحنا بنشوفه كلنا في الملقى ده طبيعي أنا بتكلم على البروتوكول ممكن الناس اللي مش عارفة بالضبط نظام الإنذارات إيه إنه الإنذارات ده شيء مهم جداً وبيبقى فيه ورقة مكتوبة بعد المباراة إن فلان الفلان عنده إنذارين عنده إنذار عنده إيه اللي عمله خلال اللعب